بما انه احنا بنتكلم على مسألة الدواجن مع دكتور محمد احمد صالح فقال ان المشكلة هي في الحلقات الوسيطة ما بين المزرعة وما بين الباقي النهائي لهذا المنتج الداجيني الفرارجي او الاسواق او المجمعات التجارية الكبرى وما لذلك طيب ما تيجوا نعمل حاجة انا عارف بالمناسبة اهو ما هيتقال يوه تاني هنرجع نتكلم عن ان الدولة هي اللي تقوم الدولة مش هي اللي هتنتج الدواجن انتج الدواجن اهو في ايد القطاع الخاص والدولة مش هتفتح فرارجيه فرارجيه موجودين اهو الاسواق والمجمعات التجارية الكبرى كلها قطاع خاص الشركة اللي في النص اللي هي الشركة بتاعت ايه الشركة اللي هتقوم بعملية نقل الدواجن الحية او المبردة زي ما يطلع يعني لو والله في المجازر الالية هناخد منها الحاجة ونعمل عملية نقل المبرد لو هناخد من المزرعة وهنودي على الناس اللي بتبيع دواجن حقيقة هنودي على الشركة دي كده أصبحت ايه أنا كده قللت الفجوة ما بين المستهلك وما بين المنتج في المزرعة أنا كده بصغر بصغر حجم السوق لو ما بصغرش حجم السوق على حاجة أنا كده بضمن انه يبقى في عندي شركة واضحة كبيرة مسجلة تدفع الضرائب عشان عارف الكلمة اللي أنا هستنها بعد شوية تدفع الضرائب وبطبيعة الحل إنها تبقى صاحبة أساطيل ضخمة جدا لأجل هذا النقل العادي أو النقل المبرد أو 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 يبقى عندها كمان فرص عمل بتوفرها للناس ميت فول لكن ساعتها هقفل الحلقة بقى لأن أصبحت محكمة قادي المزرعة قادي المجزر الآلي وهنا قادي الشخص اللي بيعرض أو بيعرض المنتج النهائي الفرخة جات لي أنا للمستهلك في الحالة دي إيه اللي حصل بدل ما ما بنتكلم في عشر جنيزة ما كان بيكلم بيكون محمد أحمد صالح وقال ده كده كتير ولا عشرة ولا تسعة ولا تمانية خلاص تمانية طيب عاوزين نعمل الشركة دي تبقى شركة مساهمة ما بين القطاع الخاص والدوء أنا بالنسبة لي الاقتراح مفتوح يا كل القصة فكرة جت على بالي أنا وصديق أحمد نبوي والله ما بتكلم جداً باش بهذر يعني أنا أنسي من حاجة دايماً لأصحابها فهل بس أشتغل على الدواجن؟ لا دواجن لحوم رأي عمر البط المسكوفي ما هو دواجن برا الدواجن اللحوم البيض الخضار الفكهة أي حاجة شركة كبرى عملاقة مين اللي هيبقى عنده قلب جامد ويخش في ده؟ طبعاً الدولة القطاع الخاص دايماً باخد خطوة اللي ورا ويشوف الحاجة نجحت يلا نعمل زيها يعمل طبعاً الدولة ممكن تقول يا جماعة نحن نعلن عن شراكة مع القطاع الخاص واحنا بنتلقى العروض يلا تعالوا وانا بالعروض يلا بالأمر المباشر شركة عمر زكريا مع الدولة عمر مخرج مجيوش في القصة دي يعني بقولك يا رب ولا أنا يلا نعملها شركة مساهمة حلوة كده؟ بسيطة بسيطة المسألة ما هيش بهذه الصعوبة عربيات مجهزة عشرة على عشرة الناس اللي بتسوق عشرة على عشرة العمال اللي بيكونوا موجودين في هذه العربيات عشرة على عشرة خلاص جودة نظافة شياكة تصميمات جميلة لهذه السيارات مسألة بسيطة كده أنا بضمن أن السعر يبقى محترم وبما يرضي الله عشان محدش يتحكم فيها تاني كفاية بقى والشركة كده كده هتكسب وكده كده هيبقى لها قوائم ملايه وكده كده بتدفع ضريبة ويا سلام لو مساهمة بقى وموجودة كمان في البورصة ميت فل و14 يلا بينا عمر نبدأ طب تعالوا نروح الفصل نفكر فيه أنا وعمر زكراي فصل ونكمل الكلام إزاي حضراتكو عاملين كله تمام أنتو عارفين شركة النقل دي يا جماعة بص الدخل اللي أنا عملتها دي عارفين شركة النقل دي لو هي شراكة ما بين كل منتجين الدواجن أو كبار منتج الدواجن كلهم كلهم زائد الدولة والله العظيم الشركة دي تنجح نجاح مزهل مزهل طيب بس كمان في حاجة وده أرجوكم 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 وزارة الزراعة وزارة التموين قوات المسلحة وزارة الداخلية المنافذ منافذ الزراعة منافذ التموين منافذ الداخلية منافذ القوات المسلحة أهلا رمضان كلنا واحدة ضخوا في المنافذ كل اللي تقدروا عليه الأسبوع بتاعنا ده يعني من هنا مثلاً ليه يوم الخميس اللي جاي لأ اللي بعده ضخ 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 والله كل الناس الجاشعة اللي برة دي هتتعلم الأدب وهيجبروا ينزلوا الأسعار ليه؟ ما هو الحاجة بقى كده موجودة في كل الحتة بتاعت الدولة معارض أهلاً رمضان موجود فيها الحاجة منافذ أمان موجود فيها الحاجة كلنا واحد فيها الحاجة قوات المسلح فيها الحاجة أي حاجة زيت وسامنة وسكر ولحمة وفرخ وبد ومواد تنمونية وخضر وفكهة يا مش رمضان اللازي منه كل نعم ربنا سبحانه وتعالى لازم التاجر الجاشع هيتعلم الأدب طبعاً ده غير سيف المعز ده موضوع تاني سيف المعز في الحالة اللي أنا بتكلم فيها يعني القانون 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 سيف مصلت على رقاب الجاشعين ومظلت ودرع حماية لكل الناس الكويسين الملتزمين الطيبين والمستهلكين